اشتركوا في القناة وصية الأئمة لأصحابهم والشيعتهم بأن يكونوا دعاة لهم صامتين وبينا كيفية أن يكون المؤمن داعيا لأهل البيت وهو صامت وقلنا بأن الأئمة عندما سئلوا بأنه كيف يمكن بأن نكون دعاة لكم صامتين قالوا عن طريق تصرفاتكم عن طريق أفعالكم وأخلاقكم الحميدة ومعاملتكم مع الناس والتزامكم بالطاعات واجتنابكم للمعاصي تصبحون دعاة لنا صامتين وتكونون طريقا لهداية الناس في هذا المجال فإذن ستكون حلقاتنا من هذه الحلقة فصاعدا عن بعض الواجبات أو عن بعض الأخلاق الحميدة التي من الممكن أن يلتزم بها المؤمن ويحصل بذلك على ثواب من الله سبحانه وتعالى وهو في نفس الوقت يكون داعيا لأهل البيت سلام الله عليهم فهو ينال الأجرين معا أجر الالتزام بالطاعة وأجر الدعوة إلى أهل البيت سلام الله عليهم حقيقة من أحدى أهم الواجبات التي افترضها الله سبحانه وتعالى على الناس هي صلة الرحم هذا الأمر ورد التأكيد عليه كثيرا في الآيات المباركة وكذلك ورد التأكيد كثيرا في روايات أهل البيت سلام الله عليهم مما يدل على أهمية هذا الأمر بأن يكون الإنسان واصلا لرحمه أن لا يكون والعياذ بالله قاطعا لرحمه بل أن يكون دائما في حالة صلة لأرحامه ولأقربائه في ذلك طبعا أحاديث كثيرة بينت أهمية صلة الرحم وأحاديث أخرى بينت آثار صلة الرحم وكذلك أحاديث أخرى حذرت الناس وحذرت المؤمنين بشكل خاص عن قطيعة الرحم فسنتناول هذه الأحاديث بشيء من الإختصار في هذه الحلقة والحلقة الأخرى هناك رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن القوم ليكونون فجرة ولا يكونون بررة فيصلون أرحامهم فتنمي أموالهم وتطول أعمارهم فكيف إذا كانوا أبرارا بررة هنا النبي صلى الله عليه وآله يعطي ويكشف للمؤمنين عن حال بعض الأمم عن حال بعض الناس الكثير مننا قد يدور هذا السؤال في باله في ذهنه بأنه لماذا نحن نجد مثلاً أنه في بعض الدول الكافرة أو بعض المدن الكافرة أو غير المؤمنة أو التي ليس لها التزام ديني وليس لها تمسك بالدين ونجد فيها الانحلال ونجد فيها المعاصي والموبقات والذنوب ولكن مع ذلك نجد بأن هؤلاء أعمارهم طويلة مثلاً أو نجد بأنهم يعيشون في حالة من الإزدهار يعيشون في حالة من الرخاء بسبب تنامي أموالهم أو تنامي بركاتهم لماذا هذا الأمر مع أنهم من المفترض أن يكونون على عكس هذا الحال بسبب أنهم كفار أو غير مؤمنين أو أصحاب ذنوب ومعاصي هنا النبي صلى الله عليه وآله يبين لنا بأن هذه الكرامة أو هذا الأمر الذي جعله الله سبحانه وتعالى للأشخاص الفجرة غير المؤمنين غير أننا ستطعنا نقول المتمسكين بالدين هذا الأمر تنامي أموالهم أو ازدياد أعمارهم والخير والبركة في ما يملكونه هذا كله لا يعود بسبب كرامتهم عند الله سبحانه وتعالى ولا يعود إلى أنهم مرضيين عند الله سبحانه وتعالى ولكن هذا الأمر هو سبب وضعي سبب طبيعي لماذا سبب طبيعي لصلة أرحامهم تجدون بأن النبي صلى الله عليه وآله قال إن القوم ليكونون فجرة يعني لا يمتلكون الالتزام الديني لا يمتلكون القيام بالواجبات وترك المعاصي فجرة ولا يكونون بررة فيصلون أرحامهم فتنمي أموالهم وتطول أعمارهم فإذن هذا الأمر صلة الرحم فيه آثار وضعية على الإنسان سواء كان هذا الإنسان الذي يصل الرحم مؤمنا أو غير مؤمن سواء كان ملتزما بالأحكام الشرعية والتعاليم الإلهية أو غير ملتزم بها صلة الرحم عندما تصدر من أي شخص سواء كان إنسانا فاجرا أو غير فاجرا إنسانا باررا هذا الأمر هذا الفعل فيه آثار وضعية بحيث أنه أولا تنمي الأموال تزيد الأموال تجعل الخير والبركة في الأموال والأمر الثاني تسبب إطالة الأعمار هذا الإنسان الذي يصل الرحم يطول عمره بهذا الفعل فالنبي صلى الله عليه وآله يقول إذا كان الأمر هكذا بالنسبة للإنسان الفاجر بحيث أنه إذا الإنسان الفاجر وصل رحمه الله سبحانه وتعالى في مقابل ذلك كرامة لهذا الفعل وليس لهذا الشخص لا كرامة لصلة الرحم ينمي أمواله ويزيد في عمره فيقول النبي صلى الله عليه وآله فكيف إذا كانوا أبرارا بررا كيف إذا كان الإنسان مؤمنا كان الإنسان ملتزما بتعالم الله سبحانه وتعالى ملتزما بالأحكام الشرعية متدينا في هذه الدنيا وفي مقابل ذلك يقوم بصلة الرحم فكيف ستكون عاقبته وكيف سيكون جزاء الله سبحانه وتعالى له فبالتأكيد سينمي أمواله بشكل مضاعف على الإنسان الفاجر وسيطيل في عمره بشكل مضاعف عن الإنسان الفاجر لأن الإنسان المؤمن لديه كرامة عند الله سبحانه وتعالى كذلك رواية أخرى وردت عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول إن صلة الرحم والبر ليهونان الحساب ويعصمان من الذنوب فصلوا أرحامكم وبروا بإخوانكم ولو بحسن السلام ورد الجواب هنا أيضا رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام يبين بعض آثار أخرى لصلة الرحم يقول بأن صلة الرحم تؤدي أولا إلى أن يكون الإنسان حسابه هينا حسابه سهلا هذا الإنسان كلنا معرضين إلى أن نموت في يوم من الأيام الإنسان الذي يموت وكان واصلا لرحمه في هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى سيجعل حسابه في القبر وحسابه في المحشر وحسابه في الآخرة وهذه المواقف العسيرة والصعبة يجعلها سهلة عليه لماذا؟ بسبب كرامة هذا الفعل الذي كان يأتيه بالدنيا كرامة لفعل صلة الرحم الذي كان معتادا على أن يقوم به في هذه الدنيا يهون عليه الحساب كذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام ويعصم من الذنوب صلة الرحم تعصم الإنسان من الذنوب هذا الإنسان الذي مبتلى بكثرة الذنوب بكثرة ارتكاب المعاصر والعياذ بالله الله سبحانه وتعالى إذا وجده بأنه هذا الإنسان هو واصل لرحمه يصل أرحمه يصل أقرباءه يصل إخوانه أخواته جميع أهله يصلهم الله سبحانه وتعالى في مقابل ذلك سيعصمه من الذنوب سوف لا يجعل للشيطان على هذا الإنسان سبيلا سوف يكبح من نستطيع نقول من نفسه الأموارة بالسوء بحيث أنه سيعصم من الذنوب سوف يكون هناك واعز من نفسه أو واعز من نفسه يمنعه من ارتكاب الذنوب في قابل الأيام الإمام الصادق عليه السلام يقول وبروا بإخوانكم ولو بحسن السلام ورد الجواب يعني إلى هذه الدرجة إلى هذه نستطيع نقول من أدنى مراتب البر كما أن صلة الرحم فيها هذه الآثار كذلك البر بالإخوان الإحسان إلى الإخوان فيه هذه الآثار كيف أستطيع أن أبر بإخواني قد يقول البعض بأنه أنا مثلا فقير في هذه الدنيا لا أمتلك مثلا مالا كافيا لا استغنيا لا أملك مثلا الأموال التي أستطيع مثلا أن أنفق بها على إخواني على أصدقائي على من يسكن معي مثلا فلا أستطيع أن أقوم بالبر بإخواني أو أصدقائي أو المؤمنين الإمام الصادق عليه السلام يقول ولو بحسن السلام ورد الجواب إلى هذه الدرجة نستطيع أن نقول الدانية من البر حتى هذا الأمر حتى هذا الفعل البسيط جدا هذا يعد مقبولا عند الله سبحانه وتعالى ويرتب آثارا وضعية على الإنسان هذا الإنسان الذي عندما تأتي وتسلم عليه ويرد عليك بحسن السلام يرد عليك بابتسامة بوجه طلق هذا يعد برا يعد باررا بإخوانه وكذلك هذا الإنسان الذي يرد جواب جوابه يكون جوابا لينا جميلا هذا أيضا يعد من أنواع البر بعكس هذا الإنسان الذي عندما تأتي وتسلم عليه يرد عليك السلام بنفس غير مطمئنة أو يرد عليك السلام بوجه مكفهر هذا لا يعد من مصادق البر بل يعد على العكس من ذلك كذلك رواية أخرى وردت عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه الله عز وجل أجر مئة شهيد لاحظوا الثواب العظيم لمن يصل أرحامه وله بكل خطوة أربعون ألف حسنة ويمحى عنه أربعون ألف سيئة ويرفع له من الدرجات مثل ذلك وكأنما عبد الله مئة سنة صابرا محتسبا لاحظوا عظمة صلة الرحم هذا الإنسان الذي يذهب يكون مثلا تكون داره بعيد عن أقربائه عن أهله ويعتني ويقطع هذه المسافة الكبيرة التي قد تكون بين بيته أو داره وبين دار أقربائه فقط لأجل أن يصل أرحامه فقط لكي ينارض الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان له هذه الآثار العظيمة له بكل خطوة أربعون ألف ألف حسنة ويمحى عنه أربعون ألف سيئة ويرفع له أربعون ألف درجة وكأنما عبد الله سبحانه وتعالى مئة سنة ويكتب له أجر مئة شهيد هذا كله لمن يقوم بصلة الرحم فإذن عندما يجد الناس يجد المؤمنون ويجد أقربائي وإخواني وأهلي يجدون بأنني واصل للرحم أنني لم أقطعهم بل وصلتهم بل أنني أحسنت إليهم هذا كله سيؤدي بالنتيجة مضافا إلى أجر الأجر الذي أناله من الله سبحانه وتعالى سيؤدي بي إلى أن أكون داعيا لأهل البيت سلام الله عليهم بشكل صامت كما بيناه في الحلقات الماضية فالأم عليهم السلام عندما أرادوا من شيعتهم بأن يكونوا دعاة لهم صامتين إحدى هذه المصاديق التي من الممكن للمؤمن أن يكون داعيا فيه لأهل البيت سلام الله عليهم بتصرفاته وبأفعاله هو عن طريق صلة الرحم الإنسان الذي يجد بأنه مثلا أنا أمتلك خالة أمتلك عم أمتلك خال أمتلك عم أمتلك أب أم أخ 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 وإلى ما إلى ذلك من الأرحام الكثيرون عندما يجدوني بأنني أنا أصل الرحم وأنا دائما على تواصل معهم هذا سيؤدي بهم إلى أن يعتنقوا وأن يتمسكوا بمذهب أهل البيت سلام الله عليهم لأنهم يعلمون بأن هذا الخلق الذي أنا أقوم به هو مأخوذ من تعاليم أهل البيت سلام الله عليهم فسيتمسكون بهذا الدين يتمسكون بأخلاق أهل البيت سلام الله عليهم وأكون أنا السبب في هدايتهم وفي تمسكهم بنهج أهل البيت سلام الله عليهم جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بنهج أهل البيت سلام الله عليهم في الدنيا ومن الفائزين بشفاعتهم في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين